اشتركوا في القناة وصاحب السمو الملكي وللعهد رئيسي مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس العراقي وتمنيتهم له بالتوفيق للعمل لما فيه خير العراق وشعبه الشقيق والمزيد من تقدمه وازدهاره وخلال اللقاء تم استعراض مسار العلاقات الأخوية القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية العراق والتأكيد على التعاون والعمل على تطويرها وتنميتها في المجالات المختلفة وبما يخدم مصالح البلدين وشعبهما الشقيقين كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهة النظر حول القضايا والمواضيع المطروحة على جدول القمة العربية التي تبدأ أعمالها اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر حيث تم التأكيد على أهمية انعقادها والخروج بالنتائج والقرارات التي تعزز وتقوي العمل العربي المشترك على كافة المستويات في ظل تعاون وتضامن عربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تهدد أمن واستقرار الوطن العربي وتعطل عمله المشترك ترجمة نانسي قنقر